تنفيذا لتوجهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء المقر بشأن متابعة احتياجات مختلف محافظات المملكة قام سعادة سيد هشام بن محمد الجودر وزير شؤون الشباب والرياضة بزيارتين إلى سترة والنبي صالح والالتقاء بالأهل للتعارف على احتياجاتهم المستقبلية في المجال الشبابي والرياضي بما يحقق برنامج عمل الحكومة الموقرة وبما يتوافق مع سياسات المجلس الأعلى للشباب والرياضة بتلبية احتياجات الشباب في مختلف المناطق إضافة إلى الارتقاء بالأندية الرياضية والمراكز الشبابية وتقديم مزيد من البرامج وخلال زيارة نادي سترة أكد الوزير الجودر أن القيادة تؤمن إيمانا عميقا بأن الشباب هم المحرك والدافع الرئيس لعملية التنمية والاستثمار في المملكة وأكد الجودر همية استثمار المنشآت الرياضية في خدمة المواطنين حتى تصبح الأمدية الوطنية والمراكز الشبابية نقطة التقاء مهمة للأهالي وتلعب الدور المنوطة بها على المستوى المجتمعي دعينا القائمين على نادي سترة إلى إقامة أنشطة صيفية رياضية وثقافية وترفيهية لاجتذاب الشباب كما دعا لجنة النسائية بالنادي إلى إقامة لقاء تشارك فيه نساء سترة للتعرف على احتياجاتهم ووجه سعادتهم مجلس إدارة نادي سترة إلى دراسة إقامة مهرجان عائلي يجمع بين الثقافة والترفيه خلال العيد الوطني للمملكة مشددا على همية تفعيل النشاط الفني والثقافي بالقرية واستثمار الطاقات الإبداعية لأبنائها والسمع الوزير إلى متطلبات الأهالي المستقبلية والتباحث معهم حول زيادة حجم البرامج المقدمة إلى الشباب في سترة إضافة إلى تقديم الأنشطة والبرامج التي تزيد من حجم التفاعل الشبابي مع التنمية المستدامة التي تشهدها المنبكة كما قام الوزير الجودر بزيارة إلى نادي النبي صالح مؤكدا أهمية تنظيم المزيد من البرامج والفعاليات في المنشأة الجديدة حتى الشباب على المشاركة الفاعلة في تلك البرامج خاصة وأن الوزارة قامت بتطوير المنشآت الشبابية والرياضية في المنطقة خدمة للشباب وأكد الوزير أن اللقاءات مع المواطنين تسهم في تعريفهم بخطط وبرامج الحكومة بشأن مختلف القطاعات الخدمية التي تهمهم كذلك للسماع إلى وجهات نظرهم وتطلعاتهم لإدراجهم في الخطط المستقبلية للحكومة مشددا على حرص الحكومة على توفير الخدمات بأعلى مستوى للمواطنين البحرينيين لافتا إلى أن البحرين تمتلك بنية تحتية رياضية تدعو إلى الفخر والاعتزاز ويجب استغلالها في خدمة أهالي المنطقة ودعا الوزير إلى تفعيل دور اللجان النسائية في الأندية لخلق قانوات تواصل مستمرة بين أبناء المناطق المحيطة بهم من خلال إقامة الفعاليات لهم وتشجيع مبادراتهم مؤكدا همية إبراز الجهود التي تبدل في هذا الشأن على المس والأعلامي ترجمة نانسي قنقر